وسكان جماعة تمنار الوقاعة قرب مدينة الصويرة شهودا على حادثة سير مروعة وقعت الساعة السادسة من وسائل يوم أمس حادثة غريبة من نوعها لأن المتسببة فيها كان أحد الركاب الذي ألقى بنفسه على سائق الحافلة وعبث بالمقود كان سائق كان سائق يأتي ويأتي 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 وثلاثين منهم عشرين يعني جروح بالغة وعشرة يعني جروح طاففة من بين هذه الجروح يعني البالغة كان هناك كصور يعني في الوريك كصور يعني على العمر الفقاري وفي الرأسي الجروح تفوتت بين الخطيرة والخفيفة لكن حصيلة القتل حتى الساعة هي 17 شخصا من بينهم أجنبيتان من جنسية هولندية وأخرى من جنسية ألمانية الحادث وقع بجماعة تمنار والحفلة كانت قادمة من مدينة أجادير على الطريق الوطنية رقم واحد ووحده التحقيق كفيل بالكشف عن أسباب الحادث موسيقى